السلام عليكم تحية طيبة لكل آبائي واموهاتي المتقاعدين أينما كانوا هل أكو أو هل يوجد حالات يستثنى منها لحالة على التقاعد بسن الستين نعم توجد حالات وهذه بينتها المادة هذه الظاهرة أمامنا المادة اثنيا أولا هذه طبعا المادة جديدة جت بالتعديلات ما لألفين وتسعة عشر ما كان إلا وجود بي المادة ما لألفين وأربعة عشر ووفق قانون العفو ليس مادة ووفق قانون ألفين واربعة عشر المادة هي كالتالي أولا يستثنى من أحكام السن القانوني للإحالة على التقاعد ما يأتي أولا المشمولين بقانون الخدمة الجامعية اللي عندهم لقب أستاذ مساعد أو أستاذ يعني بروفيسور أو أستاذ مساعد اللي مشمولين بقانون الخدمة الجامعية بعد منه الأطباء العدليون وأطباء التخدير وأطباء الطب النفسي بعد من المستشارون والمستشارون المساعدون في مجلس الدولة بعد من المشمولين بقانون الفصل السياسي لسنة 2005 المعدل وذو الشهداء من الدرجة الأولى والثانية والمشمولين بقانون مؤسسة الشهداء رقم 2 لسنة 2016 وقانون رقم 20 لسنة 2009 وقانون مؤسسة السجناء السياسي رقم 35 لسنة 2013 كذلك الطيارون المدنيون من من يعمل منهم بقيادة الطائرات وبشكل عملي ولديه ترخيص عمل نافذ في حين يعني الطيار الفعلي يمارس أو يزاول مهنته كالعادة احنا متعودين من الحلقة السابقة الأخطاء بهذه الفقرة نطالب بإلغاء هذه الفقرة أصلا تماما وأرجع الفقرة رقم 10 من قانون 2014 اللي هي هذه الفقرة فقرة رقم 10 اللي ذكرناها بالحلقة السابقة عنده إكمال لـ 63 وذا تردون الضيفون تمديد آخر للدرجات الخاصة طيار طبيب عدلي بروفيسورة وأستاذ لأن الدولة معتازتها أوكي لكن ترجعون المادة القانونية إلى أصلها لحالة تكون بـ 63 بعد شنو إضافة فقرة لإمكانية التمديد لغاية السبعين بالحالات الخاصة العفو بشرط توفير تقرير صحي سنة وبإمكانية مزاولة العمل طبعا هذا أنا رأيي هذه الأمور اللي أنا أذكرها رأيي يا أبائي وأمهاتي المتقاعدين الله يطولنا بعمارهم هم أثهم مني احتمال عندهم أمور أخرى يذكروها إلي بالتعليقات إن شاء الله نقوم بإدراجها أنا رأيي أنه ترجع الفقرة إلى سابقها أنه قانون الإحالة على التقاعد بعمر 63 وإمكانية التمديد إلى السبعين تخلي هذه الإمكانية للأشخاص اللي إحنا الدولة تعتازهم مثلا طبيب باختصاص نادر طيار بروفيسور باختصاص نادر ما موجود باختصاص تقرر هذا يعني الجهات المختصة بأنه فعلا هذا اختصاص نادر وليس تمديد لغرض التمديد بشرطة أنا ذكرت أنه تشوف حالة الصحية لأن دائما الأرغيومنت يقول لك حالتهم الصحية مو جيدة أوكي سوي فحص سنوي شوفوا هل هو بفعلا قادر على الأداء إذا قادر على الأداء ويريد يستمر ليش تحيله على التقاعد تمام أتمنى أن تكون هذه الحلقات فعلا مفيدة لكم اشترك بالقناة وفعل الجرس حتى تجي لك كل السلسلة كاملة ونجاوبكم على كل التعليقات شكرا جزيلا لروعة المتابعة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر